متشحا بالوردي وعلى مدار شهر كامل اعتمدت منظمة الصحة العالمية تشرين الأول أكتوبر شهرا عالميا للتوعية بمخاطر سرطان السادي تضعف الحاجة إلى الاهتمام في المناطق الأكثر ضعفا في العالم سوريا عموما ومناطق شمال غربي سوريا تصدرت وفق الإحصاءات هذه المناطق مصاعب عديدة تواجهها السيدات في مناطق شمال غربي سوريا بسبب تأخر الكشف عن الإصابة لقلة المراكز المختصة علاوة على قلة الجرعات الكيميائية حيث تعتمد المنطقة بأسرها على مركز الأورام في مشفى إدلب المركزي الذي لا يستطيع تقديم الخدمات لكافة الحالات إذ تبلغ نسبة مراجعة المصابات بسرطان السادي 30% من مجموع المراجعات زاد الأمر تعقيدا إيقاف معبر باب الهوى الإحالات الطبية إلى تركيا الشهر الفائت مما صعب سفر النساء لتلقي العلاج هناك جهات صحية ومنظمات إنسانية عدة أطلقت مؤخرا حملات للتوعية بخطورة سرطان السادي في المنطقة وعنون الدفاع المدني السوري حملته بلا تؤجليها لتذكير النساء بضرورة إجراء الفحوص الدورية والتركيز على أهمية الفحص المبكر مع التأكيد على أهمية الفحص الذاتي تقود الحملة متطوعات سيقوم بإجراء جلسات للتوعية بالمرض وخطة العلاج الرابطة الطبية للمقتربين سيما وصفت الإحصاءات السورية بخصوص سرطان السادي بالمؤلمة إذ تظهر أن واحدة من بين كل خمس نساء مصابات بسرطان السادي تفارق الحياة في سوريا بسبب ضعف الخدمات الصحية وغياب التوجيه والتوعية فكيف ستتضافر الجهود المحلية والدولية لإنقاذهن ترجمة نانسي قنقر